حاجة سريعة بالنسبة للأهلي كلام كتير بيتقال في المواقع بخصوص أشرف داري لدرجة أننا سمعت أن البعض بيتكلم أن إصابة أشرف داري إصابة مزمنة تخيلوا أولا يا جماعة إصابة الكاحل طبيا يعني ما فيش حاجة اسمها في الكاحل إصابة مزمنة ده أولا يعني فكرة أن انت تسمع دايماً لعيب مصاب في مكان معين يتقالك ده مزمنة ما تبقاش حافظ لازم تبقى فاهم ليه؟ المزمن دايماً مش في الكاحل أو الإصابة المزمنة مش في الكاحل أشرف داري كل القصة بالنسبة له أنه اللاعب تحمل على نفسه من أجل المشاركة مع الفريق بعد إصابته مع المنتخب المغربي هناك حالات تستدعي وضع قدم اللاعب في الجبيرة لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 21 يوم وفي معظم الحالات بيحتاج اللاعب للتأهيل والعلاج الموضعي إصابة أشرف داري كانت لا تحتاج للوضع في الجبيرة وبناء عليه خضع اللاعب للتأهيل ولكن لما تعجل العودة حس بالألام وحصل طوارم بسيط فبالتالي فيه تحفظ طبي دلوقتي وما أنه نحن دخلي على الأجندة دولية فبالتالي الجهاز الطبي مع الجهاز الفني هيدي مساحة وقت الأشرف داري من أسبوعين لثلاثة عشان يبقى جاهز بإذن الله على المباراة التي تتلعب بعد الأجندة الدولية وهيكون جاهز بإذن الله ما فيش أي مشاكل ده موقف أشرف داري قصة الإصابة المزمنة اللي محفوظة وعليها 20 سنة دي ما تتقررش لأن إصابة الكاحل ما فيهاش إصابات مزمنة على المستوى الطبي يعني كتقرير طبي أو تقرير علمي فدي القصة الكاملة بالنسبة لأشرف فداري